اشتركوا في القناة احنا جران والاسلام اوصى بالجار وهذه العلاقة الجيرة الحقيقة جمعتنا في مواقف صعبة جدا ايام الثورة المصرية وبالتالي المواقف اللي مرنا بيها ايام الثورة بتفرض علينا ان نستمر مع بعض واذا كان جمعتنا ظروف صعبة المفروض بقى المناسبات السعيدة تكون يعني بتجمعنا اكتر واكتر انا بنتهز هذه الفرصة بقول لكل مصر كل سنة وانتو طيبين بقول للشعب المصري بقول للاخوة المسيحيين تحديدا كل عام وانتم بخير والقائمين عليها والعاملين فيها والقص سامح مريس والقص فوزي وكل القصويس الموجودين اقول لهم كل عام وانتم بخير وهذه رسالة للشعب المصري بل للعالم كله ان مصر بلد امن وامان وحب وإقاء وسلام وان ما نشاهده الان من حضور يعني الحقيقة حضور كبير للمصريين سواء مسلم او مسيحي في هذه الكنيسة هو اكبر دليل على ان مصر بلد الامن وبلد المحبة وبلد السلام وانها لم ولن تتأثر بدعاوى الفرقة ودعاوى الكراهية التي يبثها اعداء الاسلام واعداء الانسانية واعداء الوطن يوما بعد يوم كل عام مصر بخير كل عام الكنيسة بخير كل عام قصر الدبارة بخير كل عام احنا كلنا بخير ان شاء الله دي عادة مصرية طبعا اللي بيحرم المسائل دي ده حد ما عندهش وعي الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يارد نص على التحريم وبالتالي كل هذه الامور سواء الفسيخ او الرنجة اذا كان لها يعني بتدخل السعادة على قلب الاسرة المصرية في وقت من الاوقات يبقى الاحتفال بيها لا بأس به وبالتالي انا النهاردة بالفعل وبقرة يعني تريد ما عندي نسايبي وكل في البيت بتلاقي سمك بتلاقي رنجة بتلاقي بيض بتلاقي نفس العادات المصرية احنا يعني بنشارك المصريين في نفس العادات لان احنا في النهاية مصريين وده شيء احل الله سبحانه وتعالى كل من حرم زينة الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق قول هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فبالتالي ان شاء الله ربنا يجرنا خير على كل شيء بنعمله في سبيل هذا البلد باذن الله